أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الوصول إلى اتفاق مع مصر بتكلفة ثلاثة مليارات دولار لمدة ستة وأربعين شهر وقالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إيفان هولر خلال المؤتمر الصحفي إن الاتفاق يأتي من أجل تمويل الموازنة المصرية ومواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي ومن ضمنها أزمة الحرب الأوكرانية وذلك من أجل أن يكون هناك دعم لمشاركة القطاع الخاص شكرا